أكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، سفر أحمد سيد زيزو إلى أنبولا، لمواجهة سابراد المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية، وإن زيزو سيسافر مع الزمالك إلى أنبولا والإصابة التي تعرض لها لن تمنعه من مرافقة بعثة الزمالك، وحصل على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبتة على ملعب النادي استعدادا للقاء سابراد الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحضر زيزو إلى مقر النادي إلا أنه اشتكى من الإصابة ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل أنبولا يوم الأربعاء المقبل موسيقى موسيقى